يا أسمن الصوت عندك كيف الصوت تمام شكرا جزيلا طيب أول حالة تحياتنا لكم كلكم وتحية لكل الشعب السوداني وتحية لكل مرعى السودانية وتحية لكل طفل سوداني وتحية للنازحين واللاجئين وتحية لبقاء العبادة الجماعية وتحية لأسر الشهداء القيادة العامة أسر الشهداء الرمضان أسر الشهداء في جمهورية السودان كافة أسر الشهداء بتاع أطفال الغرقو الغرقو 2018 في الشمالية التحية لكل أم التحية لكل سوداني بكرة يعني بكرة ده ده اليوم الحقيقي ليك أنت يعني عشان أنت تكتقيف مع الإنسان أصلا القال أنه أنا بجي بشحد والقال أنه أنا بجي بشحد والقال أنه أنا بجي بشحد يبقى أنك أنت لازم تجي تسنده تقله وزاته ضحر لأنه دقه صدره جاء قال أنه أنا بجي بشحد أنه ديل القتلة حمدتي وجنوده وبرحان وجنوده والوالي والأرزقية بتعني إعلان الحرية والتغيير هم السبب في القتل بتاع المزاحرين بتاع رمضان ديل الناس الحسي دقوا سودورهم وطلعوا في الغيفات ودقوا سودورهم قالوا أنهم بشحدوا يبقى أنك أنت لازم تطلع عشان تجيب معهم تقول لهم سند لأنه ديل ضحوا بعرواحهم قدام الأرزقية قدام الخوانة قدام خوانة الوضن ها الناس اللي بيفتشوا قالوا بيفتشوا بيفتشوا الحكومة قالوا بيتفتش بيتفتش في الناس الكتله كنت لك الناس الكتله ديل اللي جبتوا دول منا الشارع طفل بس طفل أمره بس تمانية سنة بيجي بوريك الكتل منه دخل برحان جوا دخل اللي حمدت جوا دخل كل القادة بتاع مجلس الأسكري وناس إعلان الحرية والتغيير الزمان كان بفاوضوا ديل دخلهم جوا السجن والصور موجودة الناس اللي كان موجودة في الميدان والأساكر كلهم دائرين الناس اللي قالوا ماشيين يشحدوا ديل دائرين لهم قوة تقيف معهم دائرين لهم مليارية دائرين نجيف في خطوة اشتغلت الأحزاب السياسية أو الحكومة الحسي قاعدة دي مبارح ممكن تكون حارة شوية حارة في اتجاه معين حارة لكن في اتجاه معين كويسة توقيف جزء من القنوات وجزء من الصحف الكيزانية والحاجات دي حاجات كويسة بالمناسبة حاجات كويسة دائر السند دي ذاتة دائر السند أنا عارف فيها ضرر للناس أنا عارف في ضرر للناس لكن بالنسبة للحركة الإسلامية دي كويسة جدا دي ماشي هتقتل أحزاب معها والأحزاب ماشي هتنتهي لما انتدخلوا الناد الجوة في السجن أنه والله مقريف للنايف طولته لكن ما بخلوني عندي أربع يوم بفتش طريقة بل كلام الشيط دي كتير يا شباب كلامنا كله في مديونيات بكرة ناس المعسكرات أيزوا ليطلع في ميدانه شفته في ميدانك إن شاء الله قدام بيتك أنت بعيد من العاصمة دي بعيد من الولاية أطلع قدام بيتكم شوف الساعة كم الساعة كم الناس بتقيف الطوالة أطلع أطلع أقيف قدام بيتكم ناظر ناسك إنت قاعد في أوروبا قاعد بين زمن الناس دي هناك وأكفت تكيك أنت أطلع وقف مدرستك وقف أي حاجة أطلع ليه؟ لأنه مساندة المساندة اللي هي كده بالمناسبة ساند أخوانك ساند أخوانك بلايف ساند أخوانك بأي حاجة والله تهيالي تهيالي التوحد بتعليجان المقاومة كل السور خليني وأنا كلام ده عجبني جدا ما عندنا قضية بأنك قصة أنه داك سواء داك باقو داك دي ما عندنا معاشقة صورة إنت وزمتك الصورة بس والصورة دي إذا مشت صح السودان حيقو السودان وده الكلام الخوانة ما دايرينه والصودان حيكون للسودانين كلهم وده الكلام أنه نحن كنا دايرينه السودان للسودانين كلهم يبقى أنه نمنا نازل كلها تطلع يبقى أنه مليونة ديون بكرة الناس تطلع ما تسأل أنه بكرة في شنو لا 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 قول الساعة كم قول الساعة كم وتابع الله يفات تابع الله يفات شوف الساعة كم قفل دكانك انت قاعد في مدرمان قاعد في الجخيس قاعد في مدرمان قاعد في وين اطلع انا شايف الناس جيبال اولي يا نايمين لكن ليكم يوم تحياتنا لقاء ابن الدرحان ليكم يوم نايمين من الأغمار الصناية والتماشي كده نايمين بالمناسبة تحياتنا لناس الكلاقلة تحياتنا لناس كوستي ولناس ربق انا والله مفسوط مفسوط لحاجة واحدة بس والله العظيم انا عارف السورة دي اي نعم فيها عيوب ولسه لكن انا مبسوط لشي واحد بس الجروعة اللي قاعدين نديها دي بيقى انه الليلة كوس كين داير يشرب موية بس بيجي بزروه في رد بزروه لك شفت شباب مفتحين بيطلوه لك ايما صليبه الكيزة ما لاقين ياكله تلك كلامة لانا دايره والله انا بقوت بس بعين في الفيزة كده بلقى لك ناس كوس تزاري لهم واحد كرشو قدر كيزة العتي كرشو قدر كيزة العتي كدر ده انا ما عارف ده ذاته كريش شنو ده الراجل شنو ده هو بالله قدر ده تنبل تنبل اللهم لا شا ماتا ده شنو ده كوس ده ما كوس ده سعن عرف السعن ده بكون اكل لما انفيض والسواق الدفار قدر ده زرهم لك زر ده الكلاما انا دايره بقرة يوم بقرة ده دايرين شفت اي كوس اي زول بيتباع للجان شعبية او لعدارة اهلية شفت الناس ديل ديل الكيزان ذاتهم اسمها كلام قروة ده كويس والله دايرين الشو اللي دايرين يمشي احزاب السياسية والعدارة الاحلية والله والله تتخلص من الاحزاب السياسية ومن الادارة الاحلية قسم بذات الله سلاثة تاني مش شوفو قوس هس كيزان ما فيه بالمناسبة فقه حاطة فقه حاطة كيزان فضله بسيط ما قادني لأبو بيضلهم بيقوا بعيدين الكيزان الفضل لكم والموجودين في داخل حاجة اسمها شنون الدعم الزفتي ده الدعم السريء ده ده الكيزان ذاته ده اللي الكفوة حس شايف أولو لهم قنوه سموها الدعم الدعمي دعمي بتاع الشنونتو حمدتي ما بقدر بسلم البشير والله العظيم حمدتي ما بقدر بسلم البشير اسمه وكلامه ده كويس ما بقدر بسلمه ليه لأنه حمدتي اسمه جاي في قائمة هو ذاته اسمه جاي مرتين ولو ما مصدق تعال في صفحاته دي أنا الليلة الصباح ساعة أربعة صباحا ساعة أربعة صباحا في فيديو بتاع بعشهم نشرته هنا أمشي شيفه أمشي شوف الملف بتاع الله هاي ده كيف خليني أنا مليونية بكرة يومتزع كل الناس بتناشد بيها حمدتي ما بسلم الزول له ليه لأنه حمدتي دات الجوة يبقى أنه يعنا ده كلهم نطلع ندخلهم السجون ده يرين دولة مدنية دولة السيادة دولة القانون عندنا ناس معينة في المدنية ديه المعانا أول حاجة وزير العدل معانا بتاع الشعون الدينية معانا حمدوك ده بين بين يا يبقى معانا يا يبقى مع الشويعية خد ليه اختر وكلامنا واضح حمدوك يا تنفذ كل مطالب الصور تبقى مع الصور يا تبقى مع الشويعية ها نعزب الشويعي ذات ومراكب كويس رجل واحدة جوا معي لأن حرية تغير ورجل واحدة برقة لبيت تتكلم في لجان المغاومة أنا شايف باش مهندس اسمنده عمنا يوسف قاعد يتكلم رجل جوا ورجل برقة طامسة ده حالة برقة لا اتو حزبه شوية ذاته مجونين للشعب السوداني ماذا قولوا يتتكلموا لأنه اتو أبيته أحلنا في الجزيرة اقاوا مليونيات يوم بكرة ده كله عندنا معه كلام يوم بكرة الناس قاعدوا ماشا تشحط يبقى أنك اتو تمشي تجيب للناس ده تجيب لهم سرد الناس الماشين يشحطوا ديل الناس القاعدين الماشين يشحطوا أن القول القول كتلت الناس في القيادة العامة خليك من قصة العبادة الجماعية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان دي خلينا منهم لا 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 بس دارين بتاعت القيادة العامة دي بس دارين الشغل الفيو الكاميرات ده خلينا ديرك احنا ميجيبون برانا عندهم مليونيات وهاني طالب بكرة بتسليم الناس دي امشوا بنفس التوجيهات الناس دي كلها تدوحد احنا دائرين حقنا حقنا دائرين حساب عديل كددا ما عندنا جنرال شفتها أحسن من الشعب السودان ده كلكم تمشوا في مزبلة التاريخ يا خونا دي كلهم كذابين وعرزقية وعملة تلعبوا لعب على الشعب السوداني قاعدين تلعبوا على الشعب السوداني تدرقدوا يمين وشمال الشعب ده نما يدور بيقولوا بس ترفضوا ديل ده كل ما عندنا شقنا والله شوف النادي كلها تتحاسب كلكم تتحاسبوا واحد ورد تاني لأن الصورة دي قلنا لكم اللي بفتكرها سنة اللي يمشي ينوم في بيتهم واللي بفتكرها الصورة دي سنتين اللي يمشي ينوم في بيتكم لأن الصورة ده حرسلنا رجال وكنداكات حرسلنا شرفاء حرسلنا ناس ما عندهم قضية بالوظيفة ولا عندهم قضية بحاجة اسمة حزبي وحزبك عندهم حاجة اسمة وطنية لهم التحية البكسوم اللي قمت إيش إيالهم عشان يصدوا ويعملوا الحاجات كلها صادق المهدي بتاع الشنة دي كلهم في مدبلة التاريخ ما تجي تقول ليه صادق المهدي ما تطمن بطني ساكت أنا قاعد أتكلم في حاجات تانية صادق المهدي بتاع الشنة أنا متكلم في الأحزاب كلها بدون فلان ولا أعلان دي كله ممشي في مزبطة التاريخ لاحظ صادق المهدي لا عمر دي جير لا غيره أنا ما دارين حزب دارين دولة مدنية دارين نبني دولتنا دولة مدنية دولة مدنية في حاجة واحدة عارفوها كويس وخطوا يدينكم ديل فيها عشرة السودان الإمارات والسعودية والكويت ومصر ما داير السودان يستغر لأسباب اقتصادية النادي اللي استصمروا في مصر وإحرامات المصرية دي فرقة ما الإحرامات بتاعتنا في السودان قريب 3000 سنة احنا صابقينهم السياحة كلها ترجع تجي السودان لكن ده كله ما كلام ده كله عنده قوم والبحر الأحمر قوم البحر الأحمر قوم تاني فيه مصيبة جاية في البحر الأحمر اسمه كلامه دو كويس فيه أغضي بتاع الشركات الموضوع ده انتو عمشة عفهزو وأتمنى أنه البعشون يجيب لنا كلام المينادي كيف وناصل انصرافي شوفوا لنا كلام بور سودان بزاد سواكن الأغضي بتاع سواكن وبتاع حياة في شركات دائرة تصحر أنه عندها أغضي بتاع السنين الآن دائرة تيجي تدافع الحقوق اسمه الكلام دو كويس كلام ده نسأل الله أنه يكون كبت وإن شاء الله المعلومات ديك ما تكون صحيحة بس كم بيقى الصحيحة تقى مصيبة كم بيقى الصحيحة تقى مصيبة اسمه الكلام دو كويس يا شعب السوداني انتو راكزين أي كلمة قاعدين تفتشوها وأنا بحيي ناس ينو الناس الراجزة والله الله يفاد دي في ناس في محامين وقانونين والله يقعدين لها بالمرصب والله أي حاجة قلناها مش أطبقها في الشارع وده الكلام كويس ده الكلام البود ديك السودان ليك الدم لكن ما بنصبر نحنا هوي حمدوك إحنا شفطيوب من نتفاضيك في الشارع الشارع ده مريان فل ياتقى معانا ياتقى مع حزب الشويعي تمرك تفت أبوريك عديد كده ده كلامي ليك واضح يا حمدوك ما كلام زول تاني ولا بقرينك ليك إنت ذاتك ياتقى معانا ضغري أطلع بكرة خليني من التعايش ومن النازل أطلع أنت يا حمدوك بكرة وريني وشك وريني أنت دار تقول في الشرع وريني بكرة دار تخاطب الشعبي ده كيف أطلع بكرة الصباح ما قادر أمرك في الشارع يقول لنا هوي يا جماعة هوي قال آي والله أنا جبتوني وقصم بالله أنا شغل له إن ده حاجات قدام ما قادر أعملها الشعبي ده بيعمل لك أي حاجة دائرة رأيك شوني انت انت مجد بالشعب لجد أطرا قدامك أمرك أمر الجلدك خليك شجاع أمرك يتكلم بره بجيك شنو انت مهمي مهمي بالشعب عبدالباري ده سيماشا قال قال بجيو شنو شوف بدون يومك مبتمود يا زول وعمر السعالي ما بيتنفع خليك قال انت أعمل لنا فيها مسكين وأنه إنك قميص واحد بس بتلبسه وإنك قمصان بس الجدباء منها ده كلام فاضي يا زول ده ذات نوع من الكيزان ده كوزنة ما زي اللي جاءنا الشعبي واحد بتلقمه شا حفيانه عنده خمسين بيت شنو يعني انت قال الكلام ده بركب في راسي أنا ده ما فيه بركب في راسنا يا زول شوفت أيما كل ما تعمل نفسك أنك إت ما عندك حاجة أو إت ما ما بتأكله بته ألمتونا كده أبقوا طيبين كلامنا هس كله ليوم بكرة كلامنا كله ليوم بكرة يوم بكرة فقط بكرة دايرين نجيف مع الناس دايرين يشحطوا ديال دايرين نجيف ونوقف السور بتاع الناس الكتله الناس الكتله دي سورة ما موجودة في الفيس الناس الفضلوا الاعتصام والضباط والحاجات ديال ما دايرين يجيبهم هم والجنود بتاعنا الجنجويد دايرين كلهم يجوا بعد ذاك كده نشيف خطاعهم بيقى كيف حمدتي ألبس بامبرس والله ألبس بامبرس يا فردة والله ألبس بامبرس أخير لك أمش أزال أبوك الصادق صادق المهدي لابس له أربع شهور أربع شهور الصادق المهدي لابس البامبرس أربع شهور مين مليونية ديوم تسعة عشر تذكرها يدوب جاب له كرتونة زيادة وكلامنا أنا بقوله ديتما تاباو الصادق لاويز بامبرس لأنه صادق المهدي لما نود الناس ديال لا هاي صادق المهدي لا تبيشي لا هاي ما تقول ليه عمره تزعين سنة ولا هو صادق المهدي عمره كم والله لو مية وعشرين يمشي وقصن بالله إحنا ما عندنا زول ما بيمشي محكمة ديها زول تمشي بس ما في حاجة أمشي أقول أقول التفاح والعنف هناك ما في حاجة أقول له كوبر أمشي هناك أمشي هناك ما في محكم هناك في حساب فكلامنا يوم بكرة كلامنا بس ليوم بكرة أبقوا طيبين أنا ما داي رجل ركم كتير والله ما داي روصل ولا تلاتين دقيقة تلاتين دقيقة ذاته ما داي روصل لكن بس يوم بكرة ده يومك كل الناس تمرق وتطالب بنفس المطالب تطالب بتسليم الجنال المحكمة العدالة الدولية ومحاسبة الجنال القيادة العامة كل المرتكبين الجرائم نسم دون ما تنسوهم عبادة جماعية عبادة جماعية ومدير المدارس بتاع الولاية بتاع الشرك ناق تجاه مروي ولا شنو ديل القتل للأطفال القرق في الموية ديل الوالد ذاته لازم يتحاسب ده ذاته يخش السجن لأنه ده نوع من شنو؟ ده ذات الظلم الشهداء ديل ما تنسو برضو ديل برضو شهداء الأطفال اللي يزنبوا بشنو؟ ها؟ ديل ما كتلوم أمداً ما تقول ليه مركب قرقت قرقت كيف؟ ليه بدلت أن تشير طيارات طيارة تتوديها لحد اليمن تكاتل ما تشيرهم تتوديهم بالطيارة؟ هليكوبتر ما لقل حساب مشاعب السوداني ده شنو يعني؟ دير تغنينا أنه ما في جيش ما في حاجة؟ لا في حاجات كتيرة ممكن أملهم كبري سلاح المحنسين ده شقال شنو؟ هس قنقالوا طوروبورو جايين بكر تطلوا الكباري طلوا الدبابات وشنو شنو ما بعرفون لكم مصاحبكم دي كلها بتطول الله كبري لكن أنتوا ما قاعدين تعملوا كبري لزول واحد لمواطن واحد جيش سوداني بتاع الشنو أنتوا جشع أصبروا ساكن والله الضباط القاعدين شفت الأرزقية القاعدين جوا القصر ديل وحيات الله تقى دولة القانون ألف وستمائة وأنا قلتها قبل كده ألف وستمائة ردبة والله يقول لكم تمشوا لمزبلة التاريخ ألف وستمائة ردبة من حيات القاعد والأركان ليه وزارة الدفاع ليه العمليات ليه الشرطة والله يقول لكم تمشوا في مزبلة التاريخ تمشوا جد وما في ذلك يتوقع أنه يمشي بيته لا 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 ليه لأنه يقول لكم 46 جنرال كلهم تعبين لعرام نسيته يقول لديه البراهم ديه البراهم وجايين للعملة بتاع مصر وجايين لعملة ليبيا وجايين لأقصد عملة الإمارات والسعودية القاعدين جوه وزارة الدفاع وفي الاستغبارات العسكرية انتوا لسه شدوا حيلكم الصورة دي أقوالها عشرة ونحن الناس القاعدين برا ديه القاعدين نجعج وناكل في الحاجات الحلوة خلينا نفزوا أخوارنا جما بيورو بس يورو شفت يورو يورو بس كفاية في الشهر بس أي زولي طلق يورو بس طلق بس يورو أقول لكم صندوق وطلق يورو شفوا اتوا مناتوا منطقة من المناقل اهي ادفع لناس المناقل انتوا من وين من الجنينة ادفع لناس الجنينة اتوا من وين احنا من شندي ادفع لناس شندي يورو بس ما دارين كثير كل كل بس يورو واحد يورو بس نحن جبنة والله والله لو من طلق يورو بس شفت يورو ده إلا من رحم ربه لو منطل يوره بس السودان لا الليلة ذنك اكتب والله العظيم ما في حاجة يقول له في مخيم زول يقود في مخيم يا خي جماعي إحنا السودانين الليلة في عقدس بدبون السودانين بيموت وموت ما شايفهم إنت إنت ما شفت الإهانة دي ما شفت الإهانة السودانين في النيجر أربعمائة وشو يا معتقلين أليل حلال لابسين إلا لباساتهم والله إلا لباساتهم رأيك شون شوفك الصور شفتوها ألا ما شفتوها الصور قبل كده شفتوها نشوفكم الصور ونمشي نكفل الله عشان ما تقولوا الشغل لا ما في جايد ناس النيجر الصور ده ده بيه الكتيرة أخواننا في النيجر إلا موت ماماته شفت موت موت بسبب ماماته الموتقلين كوم والمعواجين كوم المعواجين كوم انت ده عقدس ده جزء من المعواجين وانتو النادي كلها شافت الكلام ده لأنه طلع حتى في الجرائد ما في زول بعيد من الحياة دي كلها شفتوها حاجة بعيدة كده أصلا ما فيه فضل الاعتصام برضو شفتوه كويس ده في الجرائد السودانية كل النادي شافت المواضيع دي ما في زول ما شافه كويس الجابة الإحانة دي منهم جابوها الكيزان الإحانة جابوها منهم الكيزان والكيزان هس يوينهم الدعم السريع البالسامو ده ده للكيزان ذاتهم ده للكيزان فيبقى أنه لازم نتوحد عشان لو يتوحدنا سوداننا ده ما بتجسل أسمع كلاميته كويس بيقول لك إذا يتوحدنا كلنا سوداننا ده ما بتجسل ولو ما توحدنا الأحزاب السياسية والمنتفين بيقسموا السودان لثلاثة دولة والله أسمع كلمة والله بقول لك دي الخريطة مقطعة جاهزة اسمع كلاميته كويس كامل بقول لك ده اسمعه كويس والله خريطة السودان مقطعة جاهزة والله بحل فصغل مقطعينها جاهزة عشان كده لازم كلنا نجيف مدام قاله بكر اليوم المليونية إيج المليونية أمانة في رقبتك إنت أعزك مرحب بك كويس؟ المليونية دي في رقبتك إنت ونتوحد ونمشي لي جدام لكن والله لورخينا وما طالبنا لحد ما سلمنا كل الجناح للمحكمة العدالة الدولية السودان بمفصل لثلاثة دولات القاعد ده بس الفضل البسيطة بتجزم لثلاثة دولات ترى ده دولات أسماء كلامي ده كويس وهل أنه كون مستقر؟ الله يعلم ما هيكون مستقر ليه؟ لأنه نفس الخوانة البقسومة دي نفس العياة دي بعدين بتكون قاعدة هي بتكون برضو العبادات الجماعية موجودة فدين نحن ما دارينا صلاة إن شاء الله أبقوا طيبين اتماسكوا ويتكاتفوا ويوم بكرة مسؤوليتوا مسؤوليتك لو أنت ما لقيت أي محل الدعم السريء اليوم بقوة كيزانية ما هم كيزان أصلا ما داري لهم كلام دمك وانت يوم بكرة انت أطلع بس مطالبة بتفكيك الجنجوي وبتسليم الجنال للمحكمة العدالة الدولية وبتسليم المرتكبين كل الجرائم بتات القيادة العامة وديل من دمنهم المجلس الأسكري ذاته نحن ما لنا ما لهم حق هسي حمي تدلوا مت أنا يا ذا بخشيت الله يفو مات عبادة من البداية انت تأثار كبيرة الأيام المفاوضات كانت ممكن تتغير الواقع هسي أمانة في تتكلم يا ذاو ما في المفاوضات ما في أي مفاوضات أنا كلام نما قلته لك بدري خليني من الله فالحسي ده ما احترامي لك أنا قلت لك بدري قلت لك يا مواطن السوداني يا الشعب السوداني اتفاق يا الجبا اتفاق يا الجبا قبل كانت وثيقة بتاعت قلت لك ده كل فبركة في فبركة ونما بقت اتفاق يا الجبا وان قلت لك حتكون جبا وان وجبا تو وجبا سري وهتطلع بقد القفة ما كنا بندمنا الشين لكن عارفين الحاصل انت نمو انت عيش الواقع ده ما بتتغش تاني احنا عارفين ده كذب ما في حاجة اسم اتفاقي الاتفاقي ده ما بتتهم اسمع كلام ده كويس ولو بكرة قالوا واقع ورقتهم دي خلي الجوالين وخطوها لنا في شاشة التلفزيون مفتوحة زي ده يقروا لنا البيانات ما يقرواها من الورقة لا لا يخطوها لنا كده مضبوعة وإحنا منجيبها الناس حالينا الحاجات اللي هم ماشيين بها دي والله الناس ما داري يصوروها بس والله الناس ما داري تتطلع فضيحتهم لكن اقسم بالله العظيم لو دارينا ورقتهم القيلوا بها الليلة الناس يجيبها تخطع لهم بره في الطربيض خلينا من اللعبة اللي بيسوفوا كده ده كله كده مفادي ساكن ده كله لعب في لعب وشغل بتاعت مناصب اسمع كلامي اللي بقوله لده شغل بتاعت مناصب احنا ما داري مفاوضات احنا عندنا مطارب تسليم الجنال للعدالة الدولية مش حل مشكلة السودان تسليم الجنال للعدالة الدولية تفكيك الجنجويد محاسبة كل مرتكب جريمة في السودان يبقى عندنا هنا بعد ذلك تكلت الوضع قانون والدستور عادل لجمهورة السودان فصل الدين عندنا الدولة انتهى لهذا قال ليه مفاوضات تتفاوض منه تمشي تفاوض ليه زول القتل الناس ده البكتل في دارفور والبكتل هنا كيف تفاوضوه كيف تفاوضو القاتل انت تغطي جوا البيت والتغيير والله انا عجبوني ناس الحركات ناس الحرية التغيير انتهوا هاسي ما فيشين في جبازات ما فيشين انا دار اعرف اخواني الرفاقي ديل والكاميريتات الناس الراكزين ديل بفاوضة حميت في شنو في جوبة انتو انت بتفاوضوا في شنو حميت بداع شنو انتو تمشي تفاوضوك قلت لكم تعالوا اركب الصفور لجان المقاومة ده وناس كم قاعدين معهم دارين بهم فاوضات شنو خطوا عرض انسلاء ونوموا الصورة دي بكرة السوار بيسلموكم لها نظيفة دولة القانون وعقودوا بعد داك يشكل المجلس التشريعي يشكل كل الحكومة المدنية دي والجناعة دي كلهم يخش السجون شنو يحمي تي مجلسة الاسكري وديل في المجلس السيادة انه وثيقة وثيقة ويهو وثيقة شنو قرآنه وثيقة القضابة دي دي وثيقة كلهم يخش يجوها بين ناس الامر الوثيقة بتاعت الاسمين دا الانحرير التغير يخش السجن العنو الوثيقة ديه الكثلة الناس القيادة العامة دي كلهم يخشوا ديل ما عالى من الناس دي لك هم كم عددهم اربعمية طيب السودان كم الماتو كم ديل انت يقول بيقطر دولنا دستز بتاعت الناس ووضيتهم البحر ولا حاجة تانية سودان شنو انتو دارين تبنوه همدتي ابن السودان ولا برهان بابن السودان دا الكضابين حركة اسلامية كيف ابن السودان انت كيف تبني السودان بحركة اسلامية شنو يعني همدتي همدتي ده وش نوع عمام العمة دا هو اقوار خاين وقاتل انت بتخد يدك معه يا اخي ارجو الوراء يا جماع ارجو الوراء ارجو خطوطين لوراء الحركات المسلحة ارجو ثلاثة اربع خطاياه لوراء الحصة للسودان ما لأي حاجة تانية وانتو عندكم شهداء بالارتال عندكم شهداء بالارتال يقع امانة في رقبتكم دمهم دا امانة في رقبتكم خليك من الزول البعيد شهداءكم بس المرجو معكم من 2003 ديل وماتوا ديل امانة في رقبتكم يا اخي خليلي من البعيد امسك في ديل بس خليك من المعسكرات خليك من اخوانك واهلك يبقوا ارجو لخطوطين للخلف مرش ما مشكلة انه قدت ومشهد وموضوع ما نجح وجيت راجع انت شارك حقك انت انت مزوص صغري فهذه ما بتخليفنا احنا فلكن ما في حاجة يسمى اتفاقية جبا يا جمع اسموه كلامته كويس ما في والله مسرحية والله مسرحية مسرحية بتدي حمدتده مسؤولية بتديه شغل بتديه باور بتديه حاجات كتيرة عشان ما يكتره وما يحازبه وده خطر حمدتده رفايده من جمال عامر لكن اكلته كم دي لسه احنا جايين على ما هس يا فرده جايين والله والله الحازبك حزاب شفت عن راقيق هالزمان داك اقصم بالله تتذكره والله تتذكر حمارك الابيض والحيات دي طبعا والرزق دا بادي الله سبحانه وتعالى كويس فالفقر دا ما عف لكن ايب انك انت تنبش حاجات ناس وتجي تعمل لك قصور وحاجات واخوانك بيبروا في ماليزيا واسر الدنجلو ما بعارف وين يا اخي انت انت فريق في الجيش اخوك شايجيه فريق في الجيش الجيش دا بيجي كيف وانا دار عارف ذاته ها انا دار عارف بس كيف حمدت زول ما خلش كله الحربية عدو بماليشياته دي اخوك شايجيه ويدو نفس الردبة بنفس الشي ولده بنفس الردبة يا جماعة نحن خلنا نكون ناس اقلانين فيبقى دي ماليشيات لازم تتحلق ويخدش الكلية الحربية الاكل اكل يمشي السجون والماء اكل كمان يمشي الكلية الحربية وده مع وقته والله يلا تحياتنا لكم ما قاعدين تعملوا شير وبطارة قاعدين قطع ما قاعدين تعملوا لايك لايك القلب الأحمر در بمسك تحياتي لكم كتير امقوا طيبين موعدنا بكرة ان شاء الله بمشيء الله سبحانه وتعالى نتلاقى كلنا في الميدان كلنا جدام في الميدان بعد ذلك الجنجويد سنحاسبهم نحن سنحاسبهم خليك الحميدتي قلبي سويلة في عرضيقية دخل نفسك في السجن انت لو دارت دخل الناس تجيب المجارمة انت هو المجرم دخل نفسك السجن اي وانتك الراجل داير السودان صح سلم المجارمة للمحكمة العدالة الدولية شو هي كده بيتخفف الوجيء عليك سلم المجارمة ديل ما تاي مشي تفتكليه النيغس النيغس ديل ما اياه لك انت قالوا والله النيغرس دا والله النيغرس ديل النيغرس ديل ما اياه لك انت شنو ن emailed اسمهم نيغس والله اسمنا دا دا وقتلتوا ساكت. ما بتعرف تتكلم زايد. النقرس دول والله يا ناس نقرس دول. نقرس ما يدتوا يدتوا العملتوم. شنو? دير ميالك. نازل ها السيتو جايبينهم بالعربات دير. ما نصهم كلهم تعبين للدعم السري. دارت يقول لي شو ري انت? ها? في زول انه كاكي في بيته? في زول انه بنجاه في بيته? اوي ما تلعوا مع الشعب السوداني ده. والشعبي ده تمثيلات دي فاتت. فاتتنا زمان. الناس اجبتون ده الفيل بكاسي بس. الجماعة بيقوا بصورهم بيقول لك ده كان اسكري تابع لك ده اسكري. ناسكم دي كلهم مفرنضين. بكرا بتلقوا صورهم كلها قادة يا حمدتي. واتا قد تجيب لي السواطير. قبل كده اتقشيت الشعب السوداني. سلاحك على الزمان اللي بتقتل به الناس ده الفور دك. الكلاشات حقتك القديمة. وعبو عشرة. حاجاتك ديل. مرة لميتهم جبتهم في اسم ده في اركويتو اللي في معمور. قلت للناس اتوا جامعة السلاح. انت كايلا احنا كذبك ده احنا ما اعرفينه. اعرفين اي حاجة. كل شي انا خاطي انه. والله انا حامد ده مسجل لك كلها. و اي حاجة عملتها خاطيها فوتو. لانه هانا اجي نتحاسب معك. انا حمدتين اني معك حسابي اسير والله. والله والله حسابي معك. اقسم بالله العظيم خليبيني بس. ما باخد ليك والله. والله الشعب السورياني كله لو عفاق. اقسم بالله انا حامد يا غب ده ما باعفيك. بقيف معك قداما المحكم. الهد حق اخواني اشقاي اتنين اجيبهم. انا بوريك عديل. بالواضح. اخواني اشقاي اتنين الكاتلومة الجنجويت في فريقهم والله الا اجيب حقهم. وبالقانون. ما تلب. ما في ليب والله. والله ما في ليب. هنو عمانينا. والله ما في ليب. ولا في اي حاجة. ويته اعرف الكلام ده كويس. امش اصل الامت. الوراق دي لك. كلامي معروف ممتين. الغانون بس. ما عندنا لكم اي لب. تشعات نلقى هزيك يا. والله العظيم. ياخدتوا جيتهم اتخيرين من راحت. دخلوا ليدينكم معنا ازل. اعملوا شير ولايك. ما فيه ما فيه ما باعفيك. عديل انا ما باعفي. خلوا زولتاني انا حامد ما باعفي. ما باعفي والله. عديل كده ده. بالدرب دغري. اخوة انا اشقاي اتنين. اولاد امامي واحد وعشرين. زد. ولا جنجويد. ولا عساكر. ولا عندهم قضية. بس في محلك. انباعي قال اي اردمة. ساكد. قليتك ان كان ما سكتوم ناس كان مثلا تجار بقر ولا ناس عندهم حاجة ولا ناس عندهم عبل ولا عندهم سلاة وكتلتوم. يا ريد. عشان كده ما فيه. افوة ما عنده هزي. الافوة ما فيه ما تشبنا انا قاعد في اللايفات دي. تفتكر ان انا قاعد ساكد كده ده. لا لا والله. والله اندي ماك حساب. حساب يسير. اسمع كلام ده كويس. اسمع كلام ده كويس. شيل منج وغانة زرقة. تعال دقها لحد قريضة. تعال دقها لحد كيبيو. المظيف. دقها كده لحد التور. دقها لحد التهمة. دقها لقندول. دقها لحد تجاه الرجال. شوف العبيدة التي قتلتو منك كم. خلي بالك كويس ها. اذكر الكلام ده كويس. عشان كده ما تلعب. ما تلعب. لازم تمشي لاحاي. ما في لك مكان. مكان ما عندنا لك والله. كله كله. ما كان كون كلهم في لحاي. فهمت الكلام ده الله فهمتو. ادمج روحين زي كتر. الحمد لله انا راجل. رايك شنو العسرة انت كتلت كتر رجال وخليت العوي ناسي. اللي بيجيب لهم حقهم منو. اخواتنا وبناتنا. الاتمتوهم لا عبوا لا ام. ها. اللي بيجيب لهم حقهم منو. لا خليت لهم بقرة. لا خليت لهم فواكح. لا خليت لهم مزرعة. جبت الناس دقلتهم في نصهم. ديل. اللي بيجيب لهم حقهم منو. المؤسكرات فيها ملايين من الفتيات. والصبيان كلهم حجرتهم. ديل زنبهم على منو. عليه جدت. شان كده حمدتي. يا جنجويد. انا معك حسابنا بعيد. واي كوس. يعرف الكلام ده كويس. واللهي. انا حالف. انحاي ما متة. وانا ممتة ذاته. بكرة ده كممتة. المشروع ده بيمشي. شفت التفكيكة الجنجويد ده. ديل عمانة في رقبتكم. والحركة الاسلامية دي هي ثلاثة مسار. مسارات. المسار الاول داخل الاحزاب السياسية. اسمها كلامي ده كويس. المسار الثاني في داخل العدارة الاحلية واللجانة الشعبية. شفت المسارين ديل? ديل? ديل انت اشيلهم. بعداك بيفضلك مسار. المسار الموجود في الجيش. والمسار الموجود في الشرطة. ده كله احتباره مسار واحد. مسار الاسكري ده. لكن واللهي. تطلع من الاحزاب السياسية. ومن العدارة الاحلية. دولة تكون دولة القانون. ودولة السيادة. ودولة الدستور. ما في حاجة يقسم الشيخي وشيخك وعمد. الشيخ والعمد ديل? واللهي. انا بحلب لك صادق. كلهم. بدبوا على العمن الشعبي. الا من رحم ربه. اسمها الكلام ده كويس. واي ناظر. ناظر انت لقيته في التزينات دي. ولا هد دي هسي ناص يقاعد. ولا سلطان هد تلو اهله دي القادين. بايه سلطانها المساريه. تلاس عليه ده. سلطانها المساريه ده. امير في الامني الشعبي. انت يعرف الامير ده معنى أنته شنو? امير في الامني الشعبي الامني. انت عارب ماناه شنو امير. ها ده كنت جيته انت فريق. هو مشير لو جيته مشير هو مشير اول دة شايل وميقا بالبطاقة يسمع نفس لا تسأل عن الرذبة تهمت الكلام ده واللهidać في الشهر واحد يا جماعة بتاع اللجنة الشعبية في الشهر واحد النال بتاع اللجنة الشعبية ده بيصرف الله اربع مرتبات والله انا صادق في كلامي ده في زمنهم والله بيصرف اربع مرتبات انا بوريك كيف اول حاجة انه مرتب بتاع اللجنة شعبية إنه مرتب بتعمل وطني إنه مرتب في الحركة الإسلامية إنه مرتب في الدفاع الشعبي والله بيصرف أربعة مرتبات أربعة سمع كلامي اللي بيقول لك ده كويس إيه دي دولة دي ولا حاجة تاري دولة شنو ما تقع أربعة مرتبات بتعلجنا بتجي بتلقاه وشبتها متكوشم كده وعنده عشرين ديشليون بيت بيت في شنو ما بعرف لك وبيت في شنو ما بعرف لك بيت في شنو انت قال دي من وين فهمنا إنه تلقى دار تنظف نظف من اللجانة الشعبية وأطلع ليه قدام للأحزاب السياسية بعد ذلك تعالوا خشوا في الجامعات النازل في الجامعات إنهم عضويات الحركة الإسلامية دي إنها عضوية تعال شوف جامعة السودان لو عضويتهم كم والله يتمسك رأسك والله العظيم 2017-2018 عضوية المعتمر وطني في جامعة السودان لا والله يتمسك رأسك والله والله يا قريب كم ألف وشوية تمسك رأسك دي الناس عديل ما لسه بمرضفهم لا دي الناطيفين يا جماعة لا لا أنا ما عندي ذات وزول بحولهم أدير بورك من حسي لكن إنت شوف إنت ميناتو حي من بوري شوف إنتو كم من في بريطانيا من بوري والله أنا واحد بس لكن باقي ذا كلهم ناس حاج يسي بوين وين خلاص لهم ويتو قسموا كده بتمش الشغلة بتمشي كده الشغلة بتمشي كده حسي لجان المقاومة الحمد لله أمل لهم صفحة أملنا موقع في التويتر أملنا لنا شفت قوة عرضية تحت عشان لهم في مرضى في ناس معواجين في أي حاجة ومطالبنا عندنا لجنة كاملة مشكلة من القانونين ومقيروا ليه لعنه دا البديل دا الجسم البديل لمنه ليه لنحرية والتغيير وجسم البديل لتجمع المحنين دا الماسكين الصورة دا يا جماعة دا الناس الماسكين الصورة عنده موقع في الصفحة في الفيسبوك وجودة دا الناس اللي بيديروا الشغل سواء كانوا من الداخل ولا من الخارج وده البديل لعلان الحرية والتغيير وأخواننا في الحركات المسلحة الصورة أمشي شيفوا أخوانكم وين في لجان المقاومة أدعموهم ماديا معنويا أقيفوا معاهم بالتسريحات يسلوا من نازل للمحكم العدالة الدولية وتجوا التخاشين لكن ما نازل قاعدين في السجون أو تجوا أسمع كلام إدو كويس ما في قاعد يمشي وخش في الخرطوب والله والله ما تعمن الدبيب ما تعمن الدبيب محما يكلف التمن ما تقول ليه إلى الحرية والتغيير جو وقال ليك أنك إنت تعال ده كلام كذب لأنه نازل إلى الحرية والتغيير كتلوا السوار كتلوا السوار ما يقتلوا جدا ما يمحوضوا ليك يا عبدالواحد يا أخوي مشي ناسك وخليك بعيد ده إنت دكتور جبيرين خليك بعيد مالك عقار خليك بعيد منا أركوا مننا يخليك بعيد محيد ناسك زي ما قاعدت محيد إذا ما ودوا الناس دي للجنال المحكمة العدالة الدولية ما في قاعد بتاع حركة يخش الخرطوم وما في مفاوضات في داخل الخرطوم حتى اسمع الكلام اللي بقولوا ليك ده كويس ما في مفاوضات مع إيلان الحرية والتغيير ممنوعة رسمي تهياد ده لكل قادة الحركات المسلحة ومليونية ديون بكر عمانة في رقبتك لكن ما في حاجة يسمع مفاوضات مع إيلان الحرية والتغيير في داخل السودان لأنه إيلان الحرية والتغيير لا تمثل الصورة السودانية لأنه دي دقوة كالضابة والظلمة وقترت الشعب السوداني من المجلس العسكري يبقى أنه لازم هزاة تمشي في مزبلة التاريخ والصورة مستمرة الصورة حرسلنا الكنداكات اتضقن ورجعن البنبان والسوار الأحرار اللي كنت كان بتخونوهم وبتطعنوهم في بعضهم وبتضربوهم في بعضهم لكن رغم عن ذلك هم سابتين سابتين رغم عن الفلولة نظام أمل أي حاجة لكن هم سابتين ليه لأنه عندهم عزيم وإصرار ولأنه هم نظيفين لأنه هم قلوبهم للوطن فقط لو كان قلوبهم لأي منصب اللي كان وقت دا إدلاشة الصورة السودانية عشان كده التحية للجارة المغاومة أينما كانوا سواء كانوا في داخل السودان أو خارج السودان كلهم البطل على لايف والما بطل على لايف مهما أن يختلف معك أنت راجل الاختلاف دا ما بمنع أنك أنا أنا أحترف لك أنك إنت الراجل دي الرجالة ودي الشحامة الوطنية أنه إحنا دائرين وسبت وسبت التحية لكم انتوا والتحية لكل القوى السياسية الواقفة معاكم انتوا القوى السياسية اللي بقصودة دي الناس القوى السياسية بتدبع لقوة الحامش وبتدبع للحركات المسلحة القوى المدنية ما الأحزاب السياسية لا لا أبدا أحزاب السياسية أنا لا أعطي لكم شيء والله بقرحكم موت والله العظيم موت بقرح الأحزاب السياسية موت ما بدوره نهائي أبقوا طيبين اتماسكوا واتكاتفوا يوم بكرة يوم الUBF يوم الناوية يوم الناس جبرين يوم الناس الجديدة الناس كلها بكرة عايزوا البسماء اللايف ده تطلع في ضربة الصفار لا يرين القرطوم ده إنسد باب الرئيس إنسد بعد ذاك التعليمات بتجي هناك في اللايفات بعد ذاك بعد ما أنت تطلع بعد ذاك في اللايفات اللايفات دي هي اللايفات دي هي اللايفات ديك اللايفات ديك أنت حسوي شنوه لكن حسي ما فيه أطلع مليونية فقط والمطالب معروفة تسليم الدونال العدالة الدولية تفكيك الجنجويد محاكمة كل المرتكبين الجرائم بتاعة القيادة العامة شوحدة الرمضان وشوحدة عمدوم والشمالية أي شفت زرة والله ما نخلى لكم زرة كده كده والله ما نخلى لكم والله إلا أنتم مش كيزان والله ما نخلى لكم ولا كده كده شفتم ما نخلى والله العظيم تتلع بليب لا إله إلا الله يزول هوي أبقوا طيبين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته